نعى المجلس الشرعي في محافظة حلب حد أعضائه الشيخ محمد خير علي الذي اقتيل على يد ملثمين في ريف حلب الغربي وينحدر الشيخ محمد من قرية بالة التابعة لبلدة عنجارة وشارك في الثورة منذ بدايتها وقاد عددا من المظاهرات التي خرجت في الأوينة الأخيرة بعنجارة وغيرها وكان الشيخ محمد مدرسا في الثانوية الشرعية ببلدة عنجارة وخطيبا في العديد من مساجد الريف الغربي لحلب كما عرف بشجاعته ومساهمته في إرشاد الناس والإصلاح بينهم يذكر أن الشيخ كان قد تعرض لمحاولة اغتيال على يد تنظيم الدولة مطلع عام الفين واربعة عشر في الثانو بريف إدلب قبل أن يطرد الثوار التنظيم من البلدة وينضم إلينا عبر سكايب من ريف حلب الشيخ علي بكرو رئيس المكتب الشرعي في عنجارة مرحبا بك فضيلة الشيخ لو تحدثنا عن شيخ محمد خير علي باعتبارك أحد المقربين منه الله وبركاته حياكم الله جميعا ووفقكم الله لما يحب ويرضاه أخي الكريم كل ما قلته صحيح وأزيدكم بأنه كان من وجهاء الريف الغربي وخاصة بلدة عنجارة وهو رئيس لجنة إصلاح ذات البين في الريف الغربي وحامل شهادة ماجستير في الشريعة الإسلامية والفائز بمسابقات حفظ القرآن الكريم وهو عالم بالقراءات والمقامات والفائز الأول في الأغنية الدينية والمديح النبوي وهو صاحب صوت ومنشد وملحن وشاعر وكاتب وأديب وهو عذر بصد أدباء الثورة وهو خطيب مفوه ورجل الوسطية وهو ثورجي بكل معنى الكلمة خدم السوار والثورة وهذا ما أعرفه عنه فإن كنت مقصرا فمن قلة علمي به ولكننا في خط واحد وفي مدرسة واحدة وفي مجلس واحد لا أقول إلا رحمه الله وتقبله الله وجاز من كان في اغتياله ما يستحق هذا العمل الشنيع طيب شيخ علي برأيك ما هي الأسباب التي ضفعت اغتياله يعني برأيكم هل هناك جهات تعتقدون بضلوعها بهذه العملية والله يا أخي هذا الأمر مجهول لا يعلمه إلا الله فإن كان هذا العمل ولابد فهو في هذه اللحظات وهذه الآوينات يخدم النظام الأسدي البعثي ولا أدري غير ذلك هل تتهمون جهة مثلا وهل هناك معطيات بعلمكم حاليا لم يتضح لنا بعد وأرجو من المحاكم الشرعية الموقرة أن تتابع هذا الأمر وتحقق به حتى لا يضيع دمه سدى ويكون طلاب العلم مطلب لكل مغتال ولكل حاقد ولكل باغ نعم شكرا لك الشيخ محمد خير علي شكرا جزيلا لك